مستجداتين أصيب 37 شخصا بجروح متفاوتة في حادث انحراف ثم انقلاب حافلة للنقل الجماعي للمسافرين تعمل على خط بطنة عينتوتا حيث وقع الحادث في حدود الخامسة وعشرين دقيقة على طريق الوطني رقم ثلاثة في شطره الرابط بين بطنة وقساطينة وتحديدا بالمكان المسمى بوليف ببلدية فسيدس نجم عن انحراف ثم انقلاب الحافلة التي كانت تقل الركاب الذين تتراوحوا أعمارهم بين عامين واثنين وسبعين سنة والذين كانوا في رحلة سياحية إلى أحد الحمامات حيث تم إسعاف أغلب المصابين بعين المكان وتحويلهم جميعا على جناح السرعة إلى مستشفى باتنا الجامعي